شهدت منافذ مملكة البحرين إقبالا كبيرا من قبل زوار المملكة من مختلف الدول العربية خلال فترة عيد الفطر المبارك التي تتزامن مع الإجازة الصيفية وهو ما يتطلب جهودا حثيثة للجهات الأمنية للمحافظة على سلامة وراحة زوار المملكة الزميل يحيى العمري والتفاصيل لم تلقب البحرين بلؤلؤة الخليج باسم للتداول فقط بل لأنها الوجهة السياحية والاجتماعية الأولى لشعوب دول الخليج العربية وذلك لما يجمع دول الخليج من أواصر الأخوة والمحبة والقربة وإيضا لما توفره المملكة على أرضها من خدمات وفعاليات وأنشطة مختلفة كانت عاملا هاما في رفض القطاع السياحي للمملكة وخصوصا خلال فترة عيد الفترة المبارك الحمد لله يعني جايين ديرتنا البحرين أهالي هنا ووالله يعنكم علينا إن شاء الله مع الزحمة اللي بتصير والبحرين طبعا ملفة للخليج البحرين دائما هي الأولى في الاختيار لأنه القرب والشعب الطيب ويعني اللي راح بالجميع فالله يحفظكم ويحفظ إدارتكم مقامة مدرية شطة مطار البحرين الدولي بعقد أدة اجتماعات مسبقة مع جميع الجهات العاملة في مطار البحرين الدولي وذلك لتزومن إجازة عيد الفترة المبارك مع إجازة فصل الصيف والزديار الكبير في حجم المسافرين الغادمين والعابرين من مطار البحرين الدولي فقامة مدرية شطة مطار البحرين الدولي بزيارة الترتيبات الأمنية وتفعيل الخطط الأمنية المناصبة لهذه الفترة بالإضافة لتأمين سلامة مرتادي مطار البحرين الدولي وتأمين الشوارع المحيطة بالمطار وتسهيل حركة المرورية في محيط المطار حركة حيوية تشهدها منافذ مملكة البحرين برا وجوا بشكل ملفت خلال فترة أيام عيد الفتر المبارك في هذه الأيام تتضاعف أعداد زوار مملكة البحرين لقضاء إجازة العيد هنا على أرض مملكة البحرين لما تقدمه من خدمات وفعاليات متنوعة تناسب مختلف فئات الأعمار التي تزور مملكة البحرين منافذ البحرين جوا وبرا اكتبت بالزوار من مواطنين ومقيمين في دول الخليج العربية على مدار أيام عيد الفتر المبارك فكانت البحرين بحسب ما أكد الزوار هي الوجهة الأنزب لجميع أفراد العائلة وحتى الشباب وذلك لتبادل الزيارات مع الأهل والأقارب والارتياد على الأماكن السياحية في المملكة وأنيكم مناسبة عيد الفتر المبارك عاد الله علينا وعليكم بالإيمان زيارتنا للبحرين البحرين مملكة البحرين جارة للمملكة العربية السعودية وزرنا البحرين أنا والعائلة لأن البحرين بلد حلو بلد ممتاز وحبينا أننا نمضي اليوم الجميل نشاركهم في العياد والله يحفظ البحرين إن شاء الله من كل سوق ويحفظ المملكة العربية السعودية ودول الخليج بنقول للشعب البحريني وحكومة البحرين كل سنة وانتوا طيبين وربنا يعود عليكم الآن بخير احنا من الدمام وجايين زيارة كده يومين للبحرين بمناسبة أجازة العيد يعني وإن شاء الله هنزور أماكن مختلفة في البحرين هذا الازدياد الكبير والإقبال الكثيف من قبل الأهل والأحبة في دول الخليج والدول العربية على شقيقتهم مملكة البحرين هو لدليل على عمق العلاقات الاجتماعية بين شعوب المنطقة وأيضا دليل على موقع البحرين المميز سياحيا وثقافيا بين دول المنطقة يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين المنطقة